احنا حكينا وليه قلنا الديناميكية بتاعة حركة الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي لو اتحرك بسرعة يدي اسهال ولو اتحرك ببطء يدي امساك علشان كده المتحكم في حركة بتاعة بطء وسرعة هو الجهاز العصبي علشان كده في الغالب فيه توتر عصبي عند اخونا الاستاذ هاشم اللي من اسيوت ربنا يديه الصحة وطلط العمر طيب امتى نقول انتو عارفين اللي نقول عليه ايه دلوقتي رغم انه عدد مرات بس ده اسهال بس هاشم عنده اسهال حد يقول لي بس البرازة عزك الله مش مية لا مش مية بس عدد المرات الكتير اسهال عدد المرات القليل امساك يبقى عدد المرات القليل امساك وهو مرتبط بالواحد اذا كان بيدخل عشر مرات فجأة بقوا تلاتة ده امساك ديفنت لي امساك طيب لو كان بيدخل مرة كل يوم ودخل سبع مرات في اليوم بس البراز مش سائل برضو اسهال ده اسهال يبقى الاسهال والامساك في تعريفه زيادة في عدد المرات بتاعت الدخول عن المعتاد عشان كده سألت سؤال مهم حضرتك كانت الدنيا كويسة حد ام تقل كتير بقى لها كتير طبعا احنا بنحذر برضو اخوانا اللي بياخدوا ادوية للامساك بعد سؤال ادوية مش هتجيب فايدة والامساك هيظل وقلنا حل الامساك انا بقول الامساك مش الاسهال هارجع للأستاذ هاشب بس حل الامساك شربه ميا كتير طول النهار اتنين خضروات وفاكهة الياف الياف موجودة في ايه؟ في قلب الطمطماية قلب الخيارة قلب الطمطماية والبرتقانة والتفاحة والقلب كل الكمبيترا كل الحاجات دي تعجل بحل مشكلة الامساك